نحن اليوم وصلنا نحن ويكون لختام البرنامج مع دكتور عبدالله بزي أخصائي جراحة تجميلية واستشارة طبعا بحقن دهون وزراعة النانو اليوم رح نحكي عن كافية المحافظة وحفاظ على البشرة خلال وبعد فصل الصيف طبعا بهالفترة المهمة جدا يلي بتتلف فيها كتير من خلايا البشرة بالوجه وبالجلد بالجسم كمان دكتور عبدالله صباح الخير بعرف عندك عدي الطرق للحفاظ على البشرة عدي الطرق للفيتامينز اللي بتنعطى للبشرة والجسم ليبقى محافظ على الجلد وعلى هالبشرة هيدي حكينا عن النانو فات كتير حكينا عن حقن الدهون كتير اللي انت عندك بطريقة كتير بروفاشنال اليوم رح نحكي شو الإجراءات اللي لازم تتاخد للحفاظ على بشرة نائية خلال فصل الصيف ومو بعد فصل الصيف أكيد سيد جزيف نعرف ان هالأفصل الصيف بلش والبحر بلش والمشاكل البشرة بلشت نعم وعدو البشرة الأول هو الشمس لأنه بكل الحالات ولا مرة مفيد الشمس للبشرة بس بحالات ترقوا عظم إذا فيه شغلات عنا طبية ما خاصة بالبشرة لا مدخلة بالبشرة بس للبشرة أكيد لا لأنه تأثيري قلت رابيولي على الخلية الميلانين جدا سيئة بتعزز إفرازها بتخليها تنشط إفراز الميلانين بصير عندنا تصبغات بصير عندنا تلب البشرة بصير كذا أمور ولا لفترات بسيطة؟ إلا وقاية معينة نعم يعني إحنا بس ما ننزل على البحر أوكي يعني بروتكشن كل ساعة ونص خاصة بها الأيام كل ساعة ونص بديو يتغير ما نتعرض للشمس دايريكت لي عطول فيه منش في تكون مبلة اللي نظلنا عطول نستعملها خاصة البشرات الحساسة لأنه مباشرة بصير عندنا تصبغات فيها نعم البوتوكس والفيلر بعد فصل الصيف ولا قبل فصل الصيف ورح نشوف بعض الصور نحنا قدامها كبوتوكس وفيلر يفضل بالبوتوكس إنه نحنا إذا عندنا كتير نازل بحر نعم أكيد ما ننأخره لبعد الفصل الصيف لأنه الشمس والحرارة كتير بتخفف لنا مفعول البوتوكس نعم شغلة جدا واضحة بهالموضوع فيفضل إنه نعملها بعد فصل الصيف البوتوكس إذا كتير من روح على البحر لأنه تعمل إلا شمون كتير لسكة يعني أو أيار أو أيلول يفضل يفضل غير البوتوكس إنه الأندر أرم للتعرك هو اللي بينعمل هلأ حاليا أكتريته لأنه والفيلر والفيلر كذلك الأمر أه كمان الحرارة بتروحه طبعا بتخفف مفعوله ما بتروحه يعني بما أنا الفيلر يستمد عندي ستة لثمانة شهور بصير لأربعة شهور يعني بفصل الشتة بيعطي مفعول أكتر أكيد بضاين أكتر أكيد طبعا ما هو البوتوكس شغله على العضلة نعم الشمس بتعمل ريلا شمولة العضلة ونحن بعكس مفعول البوكس تماما البوتوكس بأننا نحن نجمد العضلة الشمس عم ترخي العضلة أيوه حاليا تشتغل يعني اكزاكتلي البوتوكس عم بيخليها تجمد الشمس عم بيخليها يصير عندها ريلا شموه بعكسه بعضهم تماما فعشاناك نحن ما نفضل لحدا بينزل كتير على البحر ما نفضل طب النانوفات شو وضعه هوني كمان ما بعد فصل الصيف لا النانوفات بالعكس النانوفات هو الأساسي ليحميلنا البشرة نعم اللي هو عبارة عن شو نجح نذكر هو عبارة عن دهون منشيلة من الجسم نعملها الى فلتريشن بكذا بكذا حالة نعم كذا طريقة كذا مرحلة ومنزرع خلية تحت البشرة هالخلية بتعملي طبقة ريئة تحت الجلد لتحميلي طبقة الميلانيم وتجددها من انه تزيد افرازها وتزيد نشاطها يعني هي غير تجميلية هي صحية طبية علاجية هي علاجية النانوفات علاجية الفات هو تجميلة بينما النانوفات هو علاجية علاجية لكل أنواع البشرات لنحافظ على بشرة جديدة ونيو سكن جديد طيب حقن الدهون خلال هالفترة شو وضعه؟ خلال الفترة السيف في مشكلة؟ لا لا أبدا بالعكس سيف أكتر شي حقن الدهون أكيد بها الفترة نعم وكل الفترات اجميلة لانه انت عم نسجل جسم لجسم طول منها عم ناخد مواد موجودة من الجسم فبالتالي ما فيها اي سايد افكت يعني انت اذا بكت حطرته بي الأفضل ورجوعا لورا بكعا كل مراحل السنة انت شو بتنصح بالأول نانوفات حقن الدهون بعدين بوتوكس وفلر؟ نانوفات هو الطوب هلا حاليا نعم هو بعالج بعالج أغلب المشاكل موجودة بالبشرة نعم الفات هو لا لا يحط اللي لنحط اللي ضاعه من الفات على السنين نرجعهن على الجسم قريدي هن من الجسم بس نحن بمكان تاني وبيرجع على البوتوكس بيرجع على الفلر طب ان انو فات هي مواد من الجسم للجسم؟ اكيد 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 اه هو فات بس الفات من عالجه ما بدي انا يعمل لي بوليوم بدي انا معالج له فبالتالي انا بشيله من الجسم بعمله فلتريشن على كذا مرحلة اه لا يصير عندي بس استامساز وكلاجان هذا اللي بيزرعه تحت اللي جاء تحت الجلد وباخر الشيخوخة والترهل طبعا اكيد بعمل لي نيوسكان بيرجع على الجلد الشمس ضده؟ اه لا الشمس لانه قريدي انا عم جدد الخلية الخلية اللي عندي عم جددها فبالتالي لتصير ضده بدا كذا سنة يعني عم بحارب مدار الشمس اكيد كأني رجعت الجلد للشباب بالزبط بالزبط صحيح عمر العشرين وعمر 18 برجع كل الخلية البشرة برجعها قديش بتضاين نانوفات؟ هي وانس بنعملها مرة وحدة ما بتنعمل مرتين مرة وحدة فينا نعمل يعني نحن اذا ما نعملها بعد خمس سنين ست سنين بس هي مرة وحدة انف يعني لانه عم ترجع للخلية والنتيجة اي متى بنشوفها؟ بعد شهر ونص بتبالش دغري مباشرة تان تاني يوم ببلش الوجي يعطينا الضارة بس اذا عم عالج انا تصبغات وسكارس وجوار بالوش ونتيجة حب الشباب هاي بده شهر ونص لتبالش تعطينا في اي وجع في اي عوارد؟ لا ابدا نهائيا نهائيا وشغلة بالعيادة بالكلينيك وبده ساعة ونص ساعتين بنج؟ بنج لا موضح اكيد ما فيه لانه فوت انا بيكانيولا بالوش باي حالة ما فينا نطبق ننفات وحقن الدهون؟ ما في حالات ولا حالة صحية عند الانسان؟ لا لا ابدا ابدا لانه الانستيزي لوكال بيكون ما في شي بدي اسحب دهن انا يا بدي حقنو كدهن يا بدي حقنو كننو هي فقط على الوجه ولا على الجسم؟ لا على الجسم على كل جسم اي جسم فيه تشوف فيه علاج فيه حروقة فيه بحاجة لعلاج قدرين نحوان سؤالي الاخير ابر النظارة قديش مهمة خلال فصل الصيف ولا لا؟ جدا مهمة لانه بتعطيني الفيتامينز اللي انا بحتاجه لحافظ على البشرة ليه اني؟ عندك فيتامين سي عندك الكولاجين عندك ستم سيلز عندك موجودين بهالابري؟ اكيدة بعد اكتر يعني حوالي وكأن طريقة تطبيقك لا لا لانه انا عملت منها لهالابري تختلف عن غير تطبيقك صحيح لهي جوه وبره يعني قلب الجلدي وبرات الجلدي بحس الواحد بس يخلص جلته كأنها محمرة بعدين بيحس بشد بعدين بيحس بشد اكيدة لانه بحط مواد ليفتنج اذا بحاجة لليفتنج انه انا حسب البشرة بركب الدول اللي عندي وبحانه داخلي البشرة نعم دكتور عبدالله بزي تانكيو لقلك منع بحلقات تانية رح نحكي اكتر عن مواضيع تانية لانه عندك عدة طرق كمان للعلاج للمحافظة على البشرة بعد ما حكينا عنها شكرا لك دكتور شكرا لك